أهلاً وسهلاً بكم طلاب وطالبات الصف الثالث من التعليم الثانوي الفني مادة اللغة العربية أهلاً بكم اليوم إن شاء الله هنبدأ في شرح دروس القواعد النحوية وأول وحدة عندنا اسمها التوابع اسمها التوابع وحدة التوابع بتنقسم إلى أربع دروس النعت والتوكيد والبدل والعطف وهنبدأ حالاً نتكلم عن أول درس من دروس التوابع اللي هو النعت النعت هو اسم النعت هو تابع بيذكر لبيان صفة في شيء قبله تابع بيذكر لبيان صفة في المتبوع الموجود قبله والنعت زي ما قلنا من التوابع وفي البداية أنا عايز أوضح وبين يعني إيه كلمة تابع تابع يعني ملوش إعراب مستقل وإنما بيأخذ إعراب ما قبله بمعنى أن أنا مثلاً ما بجأتكلم عن الفاعل بقول أن الفاعل مرفوع لما جأتكلم عن المفعول به بقول أن المفعول به منصوب لما جأتكلم عن المضاف إليه بقول أن المضاف إليه مجرور إذا ليه حكم إعرابي وليه موقع إعرابي محدد أما التابع لا بيأخذ حكم ما قبله إحنا لما بيجي نتكلم عن النعت مرة بنقول عليه نعت مرفوع ومرة بنقول عليه نعت منصوب ومرة بنقول عليه النعت مجرور وده بيبقى الزي ليه لأن أنا بنظر لإعراب التابع المتبوع اللي موجود قبله وهنتكلم الأول عن أنواع النعت أنواع النعت هقسم النعت إلى ثلاث أنواع نعت مفرد ونعت جملة ونعت شبه جملة نعت مفرد وجملة وشبه جملة النعت المفرد إحنا سبق وأخذناه قبل كده هو يبقى أنا عندي النعت مفرد نعت جملة نعت شبه جملة وهاجي تحت كلمة الجملة وهقسمها إلى قسمين وهقول إن الجملة بتنقسم إلى جملة اسمية يعني هيبقى عندي نعت جملة اسمية وعندي نعت جملة فعلية وعندي في شبه الجملة بيبقى فيه ظرف وفيه جار ومجرور هتكلم دلوقتي عن النوع الأولاني من أنواع النعت اللي هو النعت المفرد النعت المفرد النعت المفرد ليه قاعدة مهمة؟ هنقولها في البداية إيه هي قاعدة النعت المفرد؟ إن النعت المفرد بيتبع طبعا زي ما قلنا المنعوت اللي قابله ولابد أن يتفق معه في العدد وفيه النوع وفيه الإعراب وفيه التعريف والتنكير يعني أنا لما هكتب مثال وهقول هذا تلميز مهذب هذا تلميز مهذب المثال هذا تلميز مهذب اللي موجود قدامنا هنا كلمة مهذب هي النعت كلمة مهذب هي النعت طيب لما بصّلها وطبق عليها القواعد اللي أنا قلتها منذ قليل هلأي أن كلمة مهذب مفرد وكلمة تلميز مفرد كلمة مهذب نكرة وكلمة تلميز نكرة كلمة مهذب مرفوع وكلمة تلميز مرفوع كلمة مهذب مذكر وكلمة مهذب مذكر طب نشوف لو جينا نعرف هنقول هذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ تلميز هو الخبر بتاعه والخبر لازم يبقى خبر مرفوع طب هو مهذب نعت مرفوع وعلامة الرفع تضم يبقى هنا الأربع شروط اللي أنا قلت عليهم أنه هيتفق معاه في العدد لاتنين أهم مفرد مفرد ومفرد أنه هو هيتفق معاه في النوع مذكر مذكر أنه هو هيتفق معاه في الإعراب مرفوع مرفوع أنه هو هيتفق معاه في التعريف والتنكير أو نكرة ونكرة حاجة هنا لكلمة تلميذ اللي هي المنعوت وأنا عايز أقول هنا معلومة مهمة جدا أن المنعوت ليس عندي إعراب اسمه المنعوت وإنما يعرب حسب موقعه في الجملة المنعوت يعرب حسب موقعه في الجملة زي ما هنشوف أمثلة بعد كده هيجي المنعوت منصوب وحيجي المنعوت مجرور يبقى أنا لم هعرب المنعوت هنا هلاقيه خبر مرفوع وعلامة الرفع الضمة هبص لكلمة مهذب اللي هي النعت هقول عليها إيه نعت مرفوع وعلامة الرفع الضمة مثلا لو أخدت المثال التاني المثال التاني وقلت مثلا إيه رأيته الطالبين المجتهدين رأيته الطالبين المجتهدين هبص للمثال اللي موجود قدامي وحلاقي كلمة المجتهدين اللي هي النعت عندي هطبق عليها القواعد اللي أنا قلتها منذ قليل إيه القواعد اللي أنا قلتها منذ قليل هيتفقوا في النوع مذكر مذكر الطالبين مذكر والمجتهدين مذكر هيتفقوا في العدد هتلاقي الاتنين ايه مثنى كلمة الطالبين مثنى وكلمة المجتهدين مثنى هيتفقوا في التعريف والتنكير كلمة الطالبين معرفة وكلمة المجتهدين معرفة هيتفقوا في الإعراب لأننا لما هجعر بكلمة الطالبين هعر بها مفعول به منصوب وعلامة النصب الياء لأنه مثنى وهاجل كلمة المجتهدين هقول عليها نعت منصوب وعلامة النصب الياء أيضا لأنه مثنى طيب هفترض أنه هو جيه هنا سألني سؤال وقال لي استخرج نعتا وبين نوعه احتمال وارد لأنه بعد شوية أو أنا قلت في بداية الحلقة وهشرحها ان شاء الله بعد قليل قلت أن النعت له ثلاثة أنواع نوع مفرد ونوع جملة ونوع شب حاجة عند النوع المفرد وأقول هو بدل وقت حيسأني استخرج نعتا وبين نوع يبقى أنا أعدد كلمة المجتهدين لزي ما بغضحنا وقلنا عليها النع طب نوعه ايه في الحالة دي لازم أقول إما أن النوع يكون مفرد أو جملة أو شو بجملة طب في المثال اللي موجود معايا رأيت الطالبين المجتهدين نوع النعت هنا ايه نوع النعت مفرد حد يسألني سؤال ويقول لي طيب أنت حضرتك بتقول نوع النعت مفرد طب إزاي مفرد وكلمة المجتهدين مثنى أقول له أنا أقصد هنا بكلمة مفرد يعني ما ليس جملة وليس شبه جملة النعت هنا ما هواش جملة وما هواش شبه جملة ولا أقصد به العدد ما أقصد سيبيه أنه هو مفرد أو مثنى أو جمع يبقى دي نقطة مهمة لازم ناخد بنا منها جدا ألاقي النعت المفرد جاي مثنى وجاي جمع فبتسأل أقول لك لا مفرد لأنه ليس جملة ولا شبه جملة مثلا لما أقول عندي مثال آخر هقول هنا هؤلاء طلاب مهذبون هؤلاء طلاب مهذبون أنا بصيت لكلمة الجملة الموجودة قدامها كلمة مهذبون فين النعت في كلمة مهذبون طب طبق قواعدك اللي أنت قلت عليها منذ قليل آه كلمة طلاب جمع كلمة مهذبون جمع كلمة طلاب نكرة كلمة مهذبون نكرة كلمة طلاب مذكر كلمة مهذبون مذكر كلمة طلاب مرفوع كلمة مهذبون مرفوع انطبقت القواعد اللي هي لابد ان توجد في النعت انه يتفق في العدد وفي الاعراض وفي النوع وفي التعريف او التنكير طيب هنعرف هنا هنشوف كلمة مهذبون هنقول عليها نعت مرفوع وعلامة الرفع الواو لانه جمع مذكر سالم طيب جبنا منين انه هو مرفوع لان كلمة طلاب مرفوع كلمة طلاب مرفوع طب اعراب طلاب ايه او المنعود اتفقنا ان المنعود ليس اعرابا وانما يعرب حسب موقعه في الجملة فانا هقول ايه طلاب خبر مرفوع وعلامة الرفع الضمة هنا حد ممكن يسألني سؤال ويقول لي مثلا طيب انت قلت المنعود هنا مرفوع وقلت ان نعت مرفوع متفقين ما عندناش مشاكل ولكنك قلت ان المنعود اللي هو خبر مرفوع وقلت علامة الرفع الضمة وجيت عندي مهذبون قلت مرفوع وعلامة الرفع الواو هنا حصل اختلاف لا ما حصلش اختلاف الاساس عندي ان يتفق في الموقع الاعرابي الاساس عندي عشان نقطة دي نقطة مهمة جدا الاساس عندي ان يتفق في الموقع الاعرابي الموقع الاعرابي هنا او الحكم الاعرابي هنا انه مرفوع العلامة الضمة العلامة الواو العلامة الألف مش مشكلة عندي العلامة قد يتفقان في الموقع ويختلفان في العلام كلمة الطلاب جمع تكسير وجمع التكسير يرفع بالضمة طيب كلمة مهذبون جمع مذكر سالم وجمع المذكر السالم يرفع بالواو كما تعلمون هنا مثال آخر هتكلم عنه وحكتبه وبرضو فيه نقطة مهمة لازم نفهمها في هذا المثال هقول نفتخر نفتخر بتاريخنا العظيم نفتخر بتاريخنا العظيم في هذه الجملة انا برضو بطلب اني نجيب نعت النعت هنا كلمة العظيم كلمة العظيم هي النعت وهنا هيبرز عندي سؤال ايه هو السؤال السؤال دلوقتي ان كلمة العظيم اللي هي النعت اولها الف ولام يعني معرفة وكلمة تاريخنا مفيش في اولها الف ولام اللي هيسأل السؤال هيقول لي كده هيقول لي ان كلمة تاريخنا مفيش اولها الف ولام في نظره هي مش معرفة هتقول لي طب ازاي وانت قلتلي ان النعت لازم يوافق المنعود في التعريف او التنكير هارد على حضرتك في السؤال ده واقول ان كلمة تاريخنا هنا معرفة ما هيش نكرة طب ازاي ما عرفها وهي مفيش في اولها الف ولام هقول هنا هي معرفة بالاضافة يعني انا لو حطت كلمة تاريخنا لوحدية هنا كده وكتب تاريخ اهي كده وقادي النا تاريخ خنا كلمة تاريخ دي مضاف وكلمة وانه مضاف اليه ضمير مبني فيه محل جر مضاف اليه يبقى هنا هو معرف بالاضافة وهنا معلومة بيستدعيها المقام وهو ان احنا لازم نقول لكم المعارف ايه هي المعارف المعارف هي اسماء الضمائر الضمائر كل اهه معارف سواء كان ضمير منفصل سواء كان ضمير متصل انا ونحن او تقل الفاعل نالفاعلين الى اخره المعارف الضمائر كلها معارف اسماء الاشارة معارف الاسماء الموصولة معارف اسماء المعرف بالالف واللام كل ده بنقول عليه معارف يبقى انا عندي العلم معرفة يبقى دي خمس انواعهم اقول لهم لحضراتكم تاني عندي الضمير الضمائر كلها معارف اسماء الاشارة كلها معارف الاسماء الموصولة كلها معارف المعرف بالألف واللام وده نوع المشهور قوي عندنا ولما بنجي نتكلم عن النعت دايما عن المعرفة دايما بنتكلم عنه ونقول المعرف بالألف واللام المعرف عدة أنواع منها المعرف بالألف واللام العلم معرفة ايه هو العلم العلم اللي هو الاسم اللي أنا بسمي به إنسان أو بسمي به مكان يعني محمد معرفة علم مصر معرفة لأنها علم طيب وهقول ايه تاني المضاف الى واحد مما سبق المضاف الى واحد مما سبق ودي اللي موجودة معانا في كلمة تاريخنا اللي موجودة عندنا لما قلنا افتخروا بتاريخنا العظيم كلمة تاريخ ايه واضيفت الى الضميرنا فاتعرفت بالاضافة اذا كلمة تاريخنا معرفة بالاضافة وكلمة العظيم معرفة بالالف واللام اذا كلمة العظيم هنا نعت مجرور وعلامة الجر الكسرة جبتها لان كلمة تاريخ مجرورة اللي هي المنعوط واتفقنا في البداية ان المنعوط النعت بيأخذ اعراب المنعوط هنيجي بعد كده احنا كده اتكلمنا عن النعت المفرد هنتكلم بعد كده عن النعت الجملة وانا قلت ان انا لما حب اتكلم عن النعت الجملة لازم بحدد او بعرف ان الجملة لها نوعان عندي جملة اسمية وعندي جملة فعلية هتكلم الاول عن النعت الجملة الفعلية هقول جلس تلميز يستمع الى المعلم جلس تلميز يستمع الى المعلم وهبص لكلمة تلميز هنا وهبص لكلمة يستمع جلس الفعلون ماضي مين اللي جلس تلميز يبقى تلميز فاعل مرفوع على مترفع الضم طب فين النعت هنا النعت الجملة يستمع يستمع فعله مضالع مرفوع على مترفع الضم والفعل هنا ضمير مستتر تقديره هو يستمع هو هنا عندي يعني قاعدة مهمة جدا 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 لازم اوضحها ولازم اقولها لما اجي ادور على النعت الجملة او النعت شبه الجملة ايه هي القاعدة دي القاعدة دي هي ان المنعوت لابد ان يكون اسما نكرة المنعوت لابد ان يكون اسما نكرة يعني انا لما اجي في الامتحان مثلا او اجي في سؤال او في تدريب واسألك وقولك استخرج نعتا جملة حضرتك قبل ما بتدور على النعت بتدور على اسم نكرة ثم تنظر وراءه فاذا وجدت وراءه جملة اسمية يبقى الجملة الاسمية هنا هي جملة النعت اذا وجدت وراءه جملة فعلية يبقى الجملة الفعلية هنا جملة النعت بكرر تاني واقول ان المفتاح بتاعي للوصول الى النعت الجملة الاسمية او الجملة الفعلية او شبه الجملة هو ان انا بدور اصح ونعت الا جملة الان او اذا وجدت جملة فعلية جملة الفعلية هنا جملة النعت اذا وجدت شبه جملة يبقى شبه الجملة هنا هو النعن نرجع تاني للمثال اللي احنا كتبناه جلس تلميز يستمعوا الى المعلم هنطبق الكلام اللي احنا قلناه عند كلمة تلميز نكرة كلمة تلميز نكرة يعني ايه نكرة برضو لابد ان ايه نوضح ده هي سياق الكلام يقتضيها النكرة يعني اسم ما فيش في اوله الف ولام ولا يأتي وراءه مضاف اليه النكرة اسم لا يأتي في اوله الف ولام ولا يأتي وراءه مضاف اليه انا لو بصت لكلمة تلميز اللي موجودة عندي هنا هلاقي اني ما فيش في اوله الف ولام وما فيش وراءه مضاف اليه يعني لو قلت تلميزه مثلا ما بقتش نكرة بقت معرفة بقت معرفة بالاضافة لو قلت تلميذنا ما بقتش نكرة بقت معرفة بقت معرفة بالاضافة لان وراها الضمير لو قلت مثلا تلميذ هذه المدرسة ما بقتش ايه نكرة بقت معرفة لانها متعرفة بالاضافة الى اسم الاشارة اللي جاي بعدها اذا الاسم الناكرة هو اسم ما يجيش قبليه الف ولام ولا يجي بعديه مضاف اليه وتحقق الشرطان في هذه الجملة الموجودة امامنا وفي كلمة تلميذ زي ما هنشوفها دلوقتي كلمة تلميذ اهي ما فيش اول الف ولام وفيش وراها مضاف اليه ببص وراها على طول لقيت فعل مضارع يستمع يعني جاي وراها مباشرة جملة فعلية يستمع فعل مضارع مرفوع وعلامة الرفع هنا اتضمى طفن الفاعل الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعني يستمع هو طيب ماشي فين الناعت هقول الناعت هو الجملة الفعلية الناعت هو الايه الجملة الفعلية اللي هي يستمع يستمع هي الناعت طيب محلها الاعرابي هنا النعت الجملة الفعلية والنعت الجملة الاسمية والنعت شبه الجملة المعلومة دي انا هكررها مع التلاتة لما اجتكلم عن الجملة الاسمية ولما اجتكلم عن الجملة الفعلية ولما اجتكلم عن شبه الجملة هكرر العبارة اللي انا بقولها ده هي ما المحل الاعرابي للنعت هنا هقول ان الجملة هنا بتاخد اعراب اللي قبلها اللي قبلها اللي هو كلمة نرجع نشوف تلميذ إعرابها جلس تلميذ تلميذ هنا لما أحطوا فيها الضمة إذن عرفت أن تلميذ فاعل تلميذ فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضمة وهو في نفس الوقت المنعوط طب وفين جملة النعت جملة النعت يستمع جملة النعت يستمع طب محلها الإعرابي إيه أو موقعها الإعرابي إيه لأنه ممكن يقول لي وبين موقعها الإعرابي هرجع للقاعدة الأساسية بتاعتي في النعت اللي أنا قلتها في البداية ايه يا القاعدة الأساسية ان النعت بيتبع المنعوت في الإعراب طيب المنعوت عندي هنا εيه المنعوت مرفوع المنعوت مرفوع طيب مدام ان المنعوت مرفوع يبقى الجملة الفعلية هنا أقول عليه بسمع والجملة الفعلية في محل رفع نعت والجملة الفعلية في محل رفع نعت لو أنا جبت مثال آخر مثلا وخلت ممكن أخذ نفس المثال وأعدل فيه تعديل بسيط جدا وأقول شاهدت تلميزا يستمع إلى المعلم حبص للجملة دي حضراتكم شاهد في علوم ماضي والتاق هنا ضمير مبني فيه محل رفع فاعل يبقى كلمة تلميذا مفعول به منصوب وعلامة النصف الفتحة اللي هو في نفس الوقت المنعود حبص ليه حلاقي إنه هو نكرة مفيش في أوله ألف ولام ومفيش بعده مضاف إليه طيب الجملة يستمع بعده جملة يستمع حلاقيها جملة النعت لأن الشروط اتفقت جاي قبلها إيه المنعود جاي نكرة طيب جملة يستمع هنا موقحها الإعرابي إيه أبص للمنعود قبلها أنا لسه آيل إن المنعود مفعول به منصوب لسه آيل إن المنعود مفعول به منصوب يبقى إذن الجملة الفعلية اللي هي جملة النعت الموقع الإعرابي بتاعها أو المحل الإعرابي بتاعها في محل نصب نعت في محل نصب نعت لو عملنا مقارنة بين الجملتين اللي إحنا كتبناهم جملة جلسة تلميز يستمع إلى المعلم وشاهدته تلميزا يستمع إلى المعلم هبص لكلمة التلميذ الأولانية لقيتها إيه لقيتها فاعل مرفوع كلمة تلميذ التانية لقيتها مفعول به منصوب فلما رحت لي جملة النعت إيه اللي حصل عندي بقول عليها إنه يستمع جملة أو جملة النعت في محل رفع نعت والجملة هنا في محل نصب نعت معلومة تانية مهمة هؤلاء وهي مهمة بالنسبة للنعت الجملة الفعلية ومهمة أيضا بالنسبة للنعت الجملة الإسمية لما نتكلم عنه بعد قليل إيه هي هي إن لابد من وجود ضمير رابط بيربط جملة النعت بالمنعود يعني أنا هنا بقول إيه يستمع هو اللي هو الفاعل هو ده إيه الرابط أنا هنا عندي جملة كبيرة جلسة الميذ يستمعوا إلى المعلم وعندي تاني جملة صغيرة اللي هي جملة يستمعوا إلى المعلم الجملة الصغيرة دي أنا عايز أربطها بالجملة الكبيرة عايز أربطها بالمنعود فبجيب ضمير الرابط الضمير ده لابد أن يوافق المنعود في العدد ويوافقه في النوع هبص هنا للمنعود تلميذ هلاقيه مفرد فجي الضمير عندي هو ضمير مفرد هبص للتلميذ هنا هو هلاقيها النوع بتاعها مذكر يبقى هنا جاء الضمير جاء ليدل على المذكر وده النوع الأول من نوعي الناعة الجملة عندي نوع تاني من نوعي الناعة الجملة اللي هو الناعة الجملة الإسمية تقريبا نفس الكلام اللي أنا قلته في الناعة الجملة الفعلية مع اختلاف إن جملة الناعة هتبقى جملة إسمية مش جملة فعلية نشوف مثال لذلك المثال عندي لما أقول مثلا هذه مدينة تاريخها عظيم هذه مدينة تاريخها عظيم بالنظر للجملة دي هفكر إن أنا قلت في البداية الناعة الجملة إن المنعوط لازم يبقى نكرة فأنا عندي كلمة مدينة هنا نكرة فيش فاولة ألف ولام ولا بعديها مضاف إليه ببص وراها على طول لقيت جملة تاريخها عظيم جملة تاريخها عظيم دي جملة إسمية جملة إسمية مكونة من مبتدأ وقادي إيه خبر اللي هو كلمة عظيم مكونة من مبتدأ وخبر تاريخها مبتدأ وعظيم خبر طيب الجملة دي هي اللي هي الجملة الإسمية دي هي جملة النعت جملة النعت طيب عرفت ازاي ان هي جملة نعت لان كلمة مدينة نكرة وانا اتفقت مع حضراتكم في البداية وقلت ان دي الكلمة المفتاحية لكي اعرف النعت الجملة والنعت شبه الجملة ان المنعوت لازم يبقى اسم نكرة ووضحت ذلك بالتفصيل هبص لكلمة تاريخة او عظيم او جملة تاريخة عظيم هي جملة النعت هعيد نفس الكلام تقريبا اللي انا قلته مع الجملة الفعلية هي هي ادي مبتدأ و ادي خبر طيب قل لي موقعها الاعراب ايه اقول له والله الموقع للجملة الاسمية اللي موجودة عندي هنا في محل رفع نعت في محل رفع نعت طيب فين المنعوت المنعوت كلمة عظيمة طيب اعراب المنعوت ايه او المنعوت اتفقنا ان المنعوت مش موقع اعرابي انما المنعوت بيعرب حسب موقعه في الجملة طيب اعربوا ايه هنا المنعوت المنعوت هنا بيتعرب خبر مرفوع وعلامة الرفع الضمة يبقى جملة النعت جملة الاسمية في محل رفع نعت اتفقنا في الجملة الفعلية ايضا بضرورة وجود ضمير رابط ضرورة وجود ضمير رابط بيربط ايه ايه النعت الجملة بالمنعوت والضمير الرابط عندي هو الضمير الهاء واذكر ان انا قلت ان الضمير ده لابد ان يتفق في العدد وان يتفق في الايه النوع مع المنعوت هنروح ليه النوع التالت من انواع النعت النوع التالت من انواع النعت هو النعت شبه الجملة النعت شبه ايه الجملة والنعت شبه الجملة لازم برضو افكر في بدايته ان شبه الجملة يعني ظرف او جار ومجرور شبه الجملة يعني ظرف او جار ومجرور يبقى انا لما باجي ادور على نعت شبه الجملة فبدور عليه بقول عليه ايه بلائي النعت ده قبل اسم نكرة وراء الاسم النكرة مباشرة ظرف اوجار ومجرور طب ناخد مثال للنعت شبه الجملة المثال او هقول وضعت كتابا في الحقيبة وضعت كتابا في الحقيبة ابوصل الجملة واطبع عليها نفس اللي طبقته على الجمل السابق اول قاعدة عندي في النعت الجملة والنعت شبه الجملة قلت لحضراتكم اني لازم المنعود يكون نكرة ابوصل الجملة اللي عندي هلا اني كلمة كتابا هنا كلمة ايه نكرة كلمة كتابا نكرة طب موقحها الاعرابي ايه مفعول به وضع فعله ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل تاء الفاعل ضمير مبني في محل رفع فاعل كتابا مفعول به منصوب علامة النصب الفتعة طيب في الحقيبة في الحقيبة هنا شبه الجملة وهو النعت شبه الجملة وهو النعت طيب الموقع الاعرابي ايه زي ما قلت فيه الجملة الاسمية وقلت فيه الجملة الفاعلية بديلوا الموقع الاعرابي بتاع المنعود المنعود عندي كان كلمة كتابا وكلمة كتابا انا اتفعت او قلت اعرابها انها منصوبة يبقى النعت هنا في شبه الجملة في محل نصب نعت شبه الجملة اللي هي كلمة في الحقيبة في محل نصب نعت ديتها إعراب اللي قبلها اللي هو المنعود النوع الثاني مثلا لو أنا قلت هذا عصور فوق الشجرة هذا عصور فوق الشجرة جميل جدا هذا عصور فوق الشجرة كلمة عصور اللي هي المنعود نكرة فيش أول ألف ولام أنا بكرر دي ليه كررتها كتير قوي لأن زي ما قلت لحضراتكم دي هي الكلمة المفتاحية للوصول إلى النعت الجملة وإلى النعت شبه الجملة دي الكلمة المفتاحية إننا بجيب اسم نكرة أو بدور على الاسم النكرة ثم أنظر وراءه إذا لقيت وراءه جملة اسمية أو فعلية يبقى الجملة الاسمية والفعلية هي جملة النعت ولقيت وراءه شبه الجملة يبقى شبه الجملة هو الناعت نرجع للجملة بتاعتنا مرة تانية هقول هذا عصفور فوق الشجرة عصفور اتفقنا أنه هو المنعود واتفقنا أنه إحنا هنعرف المنعود حسب موقعه في الجملة طيب موقعه في الجملة هنا إيه؟ خبر هذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ عصفور خبر مرفوع وعلامة الرفع الضمة هتلاحظوا كمان أنه أنا بحاول أقول لكم دايما الإعراب كامل علشان تتعود على الإعراب وتعرف أن الإعراب أو أنك لما بتيجي ودي نقطة مهمة جدا لما بتيجي تعرب كلمة في قطعة أنت ما بتقفش قدام الكلمة فقط أنت حضرتك لازم تشوف الكلمة فين في إطار جملتها فين أول الجملة؟ وابتري أعرب من أول الجملة بتاعتي هبص ألاقي نفسي عندما أصل إلى الكلمة المطلوب مني إعرابها هلاقي نفسي بعربها بمنتهى السهولة لأن أنا جبتها في جبت موقعها في العائلة بتاعتها العائلة بتاعتها يعني في الجملة بتاعتها هرجع تاني لجملتي هذا عصفور فوق الشجر يبقى أنا فهمت أن عصفور هنا خبر مرفوع على مترافع الضمة ناكرة ما فيش أوله ألف ولام ولا وراه مضاف إليه طيب فوق ظرف ظرف مكان وفوق هنا هو النعت هو لإيه النعت طب نوع النعت هنا إيه؟ شبه جملة طب قول لي باين الموقع الإعرابي بتاعه إيه؟ هو إيه؟ هو في محل رفع في محل رفع نعت لأن المنعوت عندي مرفوع يبقى الموقع الإعرابي بتاع النعت مرفوع بكده حلخص كلامي سريعا قبل ما انتقل إلى الدرس الثاني اللي هو درس البدل أو درس الثاني من دروس التوابع اللي موجودة معانا حلخص كلامي وأقول إن النعت بيأتي لبيان صفة في المنعوت اللي موجود قبله إن النعت لابد إنه بيتفق مع المنعوت في العدد وفي النوع وفي التعريف وفي التنكير وفي الإعراب إن النعت له ثلاثة أنواع عندي نعت مفرد وعندي نعت جملة وعندي نعت شبه جملة النعت المفرد سبق وقلنا قبل كده هو وشرحناه بالتفصيل ونعت الجملة ممكن تبقى جملة اسمية وممكن تبقى جملة فعلية وقلت إن مفتاح الوصول إلى النعت الجملة الاسمية أو الجملة الفعلية أنها لابد أن تكون مسبوقة بمنعوت نكرة النعت الجملة الاسمية والنعت الجملة الفعلية الموقع الإعرابي بتاعه بياخده من المنعوت اللي قبله يعني ممكن يبقى في محل نصب إذا كان المنعوت منصوب في محل جر إذا كان المنعوت مجرور في محل رفع إذا كان المنعوت مرفوع برضو نفس الكلام فيه شبه الجملة المنعوت لابد أنه يكون نكرة وأنه لازم ييجي وراء ظرف أو جر ومجرور هو هنا بيختلف اختلاف بسيط أو عن النعت الجملة وهو إن أنا في النعت الجملة كنت بشترط دايما ضرورة وجود رابط ضمير رابط بيربط النعت بجملة بجملة النعت وإن الرابط هو لازم يكون موافق في العدد والنوع الشرط دا مش موجود عندي في النعت شبه الجملة أنا بكتفي فقط بالشرط الأولاني وهو إن المنعوت لابد أن يكون اسما نكرة حننتقل بعد كده إلى درس آخر من دروس التوابع واسمه البدل البدل هو الدرس الثاني من دروس التوابع والبدل نفس الفكرة لابد إنه بيكون في مبدل منه يعني في جزء بييجي قبليه هو بيبقى مبدل منه وهأسم البدل إلى ثلاثة أنواع هأسم البدل إلى ثلاثة أنواع بدل مطابق أو بسميه البدل المطابق وبدل بعض بعض من كل وبدل اجتمال بدل مطابق وبدل بعض من كل وبدل ايه وبدل اجتمال البدل المطابق هنبتدي نتكلم عنه في البداية بدل مطابق بدل بعض من كل وبدل اجتمال البدل المطابق هو تقريبا ما بيجي عرفوه بيقوله هو نفس المبدل منه نفس المبدل منه ويمكن الاستغناء بأحدهما عن الآخر يمكن الاستغناء بأحدهما عن الآخر يعني أنا لما أقول مثلا عمر الفاروق عمر الخليفة او ثاني الخلفاء الراشدين الفاروق عمر ثاني الخلفاء الراشدين لما بص لي الجملة اللي موجودة قدامي هنا هلحس حاجة مهمة اوي ان الفاروق هنا مبتدأ مرفوع وعلامة الرف الضم والفاروق هنا لقب لسيدنا عمر ابن القطاب رضي الله وعليه وكلمة عمر علم وسبق انا واشارت وقلت ان العلم هو اسم لانسان او اسم لبلد يعني محمد احمد مصر ده بقول عليه هي علم هرجع للجملة وبص هقول الفاروق عمر هلاحظ هنا ان الفاروق هو عمر وعمر هو الفاروق كلا هما يعبر عن شخصية واحدة طيب كلمة الفاروق هي لقب وجه فيه الاول وجه وراء الاسم اللي هو عمر يبقى عمر هنا هو البدل عمر بدل البدل الاخر التاني للنعت انا سبق في البداية قلت ان دي عائلة وحدة عائلة فيها اربعة او اربعة اخوة الاخ الاول الناعت الاخ الثاني البدل الاخ الثالث ايه التوكيد الاخ الرابع المعطوف واتفقنا فيه على قاعدة مهمة جدا بيتفق فيها هؤلاء الاخوة جميعا ما هذه القاعدة ان كل واحد منهم يتبع ما قبله في الاعراب زي ما كنت بعمل مع النعت وبنظر الى المنعوت واشوف المنعوت اعرابه ايه وارجع ادي اعراب المنعوت الى النعت انا هنا برضو بنظر الى المبدل منه واشوف اعرابه ايه واد اعرابه الى البدل المبدل منه هاكت برضو على قاعدة مهمة انا قلتها في المنعوت قلت ان المنعوت ليس له اعراب مستقل انما يعرب حسب موقعه في الجملة اكرر هذا الكلام هنا مرة اخرى واقول ان المبدل منه ليس له موقع اعرابي محدد او ليس له اعراب محدد وانما يعرب حسب موقعه في الجمل نرجع لجملتنا ونطبق هذا الكلام هبص الكلمة الفاروق الفاروق هنا اعربها مبتدأ اعربته حسب موقعه في الجملة مبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الضم طيب عمر اللي هي البدل هتبقى بدل مرفوع وعلامة الرفع الضم هنا انا قدامي احد سؤالين اما ان يقول استخرج بدلا واعربه واما ان يقول استخرج بدلا وبين نوعه لو طبقت هذا الكلام على المثال الموجود قدامي استخرج بدلا واعربه اقول له والله البدل كلمة عمر اعربه هبص للمبدل منه اشوف اعراب المبدل منه ايه لقيت المبدل منه مرفوع يبقى البدل هنا عندي مرفوع وعلامة الرفع الضم طب استخرج بدلا وبين نوعه هبص لقي كلمة عمر هي هي نفسها كلمة الفاروق يبقى كلمة العمر هنا بدل مرفوع وعلامة الرفع الضم في نقطة تانية او لو ضربت مثال تاني لو قلت مثلا العالم احمد او حصل العالم احمد زويل على جائزة نوبل مثلا العالم واحمد العالم هنا لقب لاحمد فاقول حصل فعله ماضي انا قدامي هذه الجملة وبيقول لي استخرج بدلا وبين نوعه واعربه هقول له والله البدل هنا عندي كلمة احمد وعندي نوعه بدل مطابق اعرابه هشوف كلمة العالم اللي هي المبدل منه هلاقيها ايه هلاقيها فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضم يبقى عندي كلمة احمد بدل مرفوع وعلامة الرفع الضم وقياسا عليه اذا كان المبدل منه منصوب هيبقى البدل منصوب اذا كان المبدل منه مجرور هيبقى البدل مجرور فيه نوع تاني من أنواع البدل المطابق هنتكلم عنه حالا ونضرب له مثالا مثالنا هو هقول هذا أو هذا التلميز مكتهد هذا التلميز مكتهد إيه اللي موجود في الجملة ده هي الجملة دي بدأت باسم إشارة أسماء الإشارة إيه هي هذا هذه هذان هتان هؤلاء ذلك تلك الجملة ابتدت باسم إشارة عندي هنا هذا وبعديها اسم فيه ألف ولام اللي هو كلمة أو اسم كلمة التلميز هذا التلميز أنا هنا بشاور على التلميز والتلميز هو هو نفسه اسم الإيه الإشارة لأن أنا شرط في البدل المطابق أن البدل يكون نفس المبدل منه فالتلميز هو نفسه اسم الإشارة أنا بقى أشاور عليه فبقول هذا التلميز طيب لما أجي أعرف كلمة التلميز هنا أعرفها إيه؟ بعرفها بدل بدل مطابق بدل مطابق هذا اسم إشارة مبني فيه محل رفع مبتدأ يبقى يبقى التلميز بدل مرفوع بدل مرفوع بدل مرفوع وعلامة الرفع اتضمن مبتعد هي الخبر بتاع اسم الإشارة يبقى هنا أقول قاعدة أقول إيه؟ أقول إذا وجدت اسم إشارة وراء اسم أوله ألف أولام والاسم الأوله ألف أولام هو نفسه اسم الإشارة فأنت حضرتك بتقول على طول إن هذا الاسم بدل مطابق يبقى البدل المطابق أنا حددت ليه نوعين النوع الأولاني أني بجيب لقب واجيب وراء علم كما قلت في المثال الأول والنوع التاني أني بجيب اسم إشارة واجيب وراء اسم فيه أوله ألف أولام وبيبقى الاسم الأوله ألف أولام هو البدل نوع البدل هنا إيه؟ نوع البدل مطابق هل ننتقل إلى النوع التاني من أنواع البدل وهو اسمه بدل بعض من كل اسمه بدل بعض من كل يعني إيه بدل بعض من كل؟ البدل البعض من كل بيكون البدل فيه جزء من المبدل منه بيكون البدل جزء من المبدل منه ولكنه جزء يمكن تقسيمه طب ناخد مثال ونشوف هذا الكلام هذا البدل بدل المطابق هنتكلم عنه تكلمنا عنه وبعدين هنتكلم دلوقتي عن بدل الاجتمال بدل الاجتمال أو بدل بعض من كل وأنا قلت لحضراتكم هو بدل بيكون جزء من المبدل منه يعني لما أقول قرأت الكتاب نصفه قرأت الكتاب نصفه نصفه هنا هي البدل والمقصود هنا هي جزء من الكتاب عشان كنا نقول هو جزء من المبدل منه ولكن جزء يمكن فصله يعني أنا ممكن أقسم الكتاب لجزءين وعشان كده هو بينفع فيه الأشياء المادية المحسوسة اللي ممكن تقسمها فبالتالي لما أقول قرأت الكتاب نصفه أرجع للجملة وشوف على إن كلمة الكتاب اللي هي المبدل منه مفعول به منصوب وعلامة النصف الفتحة طب فين البدل البدل اللي هو كلمة نصفه نصفه هنا أنا حطت عليها فتحة حطت عليها فتحة ليه؟ لأن البدل هنا منصوب اتفقنا في قاعدتنا الأساسية أن البدل بيأخذ إعراب المبدل منه المبدل منه هنا منصوب يبقى لازم البدل هو كمان يكون منصوب وملحوظة مهمة أيضا هنا لابد أن أنا أقولها أن لابد أن فيه البدل البعض من كل لابد من وجود ضمير رابط ضمير رابط بيربط البدل بالمبدل منه اللي هو الهاء ضمير رابط بيربط البدل بالمبدل منه والضمير ده لابد أن يوافق البدل في العدد وفي النوع بكده إحنا بنكون النهاردة أعطينا فكرة عن التابع أو التوابع اتكلمنا عن النعت وبيننا أنواع النعت وبيننا القواعد الأساسية للنعت وانتقلنا إلى البدل واتكلمنا عنه واتكلمنا عن النوع الأول من أنواع البدل اللي هو البدل المطابق وكنا بدأنا حديث عن النوع الثاني من أنواع البدل اللي هو بدل البعض من كل إن شاء الله نكمله في الحلقة القادمة شكرا لحضراتكم اشتركوا في القناة